أولاً أشكر الموقع عنفاس بريس على الاستضافة ونجعله رأي عام في الصورة نحن في حركة الطفولة الشعبية عنا اتفاقية تشاركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصول حول العرض الوطني اللي تخيم العرض الوطني هو البرنامج اللي تكون فيه خمس مراحل وهذه الاتفاقية اللي موقعنا مع الوزارة تتشمل المراحل بخمسة بمعنى أننا درنا المرحلة الأولى والثانية والثالثة ولكن تفاجئنا قبل نهاية المرحلة الثالثة بمنعنا من الدخول البوابة الإلكترونية للوزارة وهذه البوابة هي اللي تعطينا الحق في تقديم الطلبات والحصول على رخص القبول والتأمين بالنسبة للأطفال اللي غير يخيمه في هذه المرحلة الرابعة أولاً الكاتب العام للوزارة التفسير الأول اللي يعطينا شفاوياً هو أن هناك تحفظ على واحد عدد من الجمعيات من حركة الطفول الشعبية والتحفظ من وزارة الداخلية وقمنا بتوجيه رسالة استعجالية للوزارة الداخلية ومع كامل الأسف مع الناس الأجوبة ولكن كتشنا على أن هذا السبب واهي ولا علاقة له بالداخلية وتانياً تعطينا تفسير آخر بأن هناك اختلالات في بعض الفروع ثم من بعد اللي عقدنا اجتماع مع السيد الكاتب العام للوزارة برر الموقف ديالو بانعدام الميزانية بالنسبة للمرحلة الرابعة الشيء اللي يدفعهم على أنهم يلغيوا المرحلة الرابعة وهذا الإلغاء راتي هم بالنسبة لنا فقط نحن بوحدنات يهم 450 طفل وأكثر من 14 الفرع تيمتلوا خمسة ديالجهات ولهذا هذا الإحراج توجهها الآباء والعائلات وكذلك المصاريف والتزامات المالية اللي قمت بها الفروع في التحضيرات للمرحلة الرابعة جعلنا أننا نصدروا البلاغ الأمس لأننا موصلنا للنتيجة مع الوزارة وبهذه المناسبات نحمل مسؤولية للسيد وزير الشباب والتقاف والتواصل والحكومة المغيبية في منع هذه الأطفال من التخييم وتعرفوا بأن الحق في التخييم هو حق تضمنه الدستور وارتفاقية دولية للحقوق التفل بمعنى أنه كان هناك عدم في تكافؤ الفرص بالنسبة للأطفال التي يمثلوا هذا الإلغاء وإن شاء الله سنقوم بالإجراءات اللازمة سبع جانب القانوني رفع دعواء ضد الوزارة بشأن هذا المنع ثم كذلك هناك عدد الجمعيات لإخوان دينا والأصدقاء دينا في الجامعة الوطنية التخيم وافتحاد المنظمات الطبوية اللي سيصدروا بلاغ تضامني مع حركة الطفولة الشابية ندفه بهذا الموقف الأخلاقي وهذا الموقف اللطبوي اللي صدر على وزارة تتهتم بقطاعات مهمة هي الشباب والتقافة والتواصل ونحن بهذه المناسبة لنحمل المسؤولية الوزارة تنطلب من الآباء ومن أولياء الأمور ومن العائلات على أنهم يتفهموا هذا الموقف ويعرفوا بأننا لا نحتاج دخل في اتخاذ الموقف هذا الموقف تخذت الدولة ونحن نحمل المسؤولية الدولة وتنطلب من العائلات والآباء التفهم هذا الموقف وتنتمنوا على أن هذه الأزمة تمر بسلام يائما برفع تحفظ في هذه اليومين الباقيين لأن المرحلة تبدأ يوم الاثنين يائما بتقديم اعتدار للجمعيات والعائلات والآباء على هذا الموقف المتسرع اللي ما عنده احتشي توابط ولا مستندات ولا أسباب موضوعية ومرة أخواتنا نشكركم على هذه الاستضافة وعلى إعطاء الفرصة لتقديمها تصريح للغاية العام